أحبة الكرام كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعنايات الربانية وقد أظهر الله سبحانه وتعالى عند ولادته خوارق وغرائب إرهاصا لنبوته وتمهيدا لرسالته وإعلانا بعظيم مرتبته صلى الله عليه وسلم وأن له صلى الله عليه وسلم شأنا كبيرا من ذلك انتشار النور وامتداده عند ولادته صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام فهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعاها في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وهو بشارة عيسى عليه السلام في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهذا النور أيها الأحبة الذي ظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم رأته آمنة رؤية عين بصرية كما دلت على ذلك بقية الروايات لقد رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها لما فصل أي ولد مني تعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله 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 وع